أي خناقة هي خلاف خلاف ما بين اتنين بني قدمين غصبا عنهم مش مولودين فوق روز بعي مش مولودين من رحم واحد لأن المولودين حتى من رحم واحد مختلفين فما بالك لما أنت من رحم وأنا من رحم لتنتخل قعداء الأحاز الخلاف اللي حصل لو أنا بني وبين الخلاف أنا ما بسمعيش خناء امتى تبقى خناء لو الخلاف دا أنت فشلتي في حل وأنا فشلت في حل أنا وإنتي فشلنا في أن إحنا نوصل لنقطة وسط وقامت بقى الحرب العالمية ما بيني وما بيني نقطة تتريحنا إحنا اللي اتنين أو نتفق على إحنا اللي اتنين فتخالي معي الخناءات اللي هي اسمها خناءات وأنا متفق معك على تعريف كلمة خناءات دلوقتي هي في الأساس سببها خلاف بسيط وإحنا تخنقنا مش بسبب الخلاف إحنا تخنقنا عشان معرفناش نتغاضع عن الخلاف أو نعدي الخلاف فأنا وإنتي النهاردة عندنا أزمة يعني أنت مثلا أنا وإنتي متجوزين وراجعين من الشغل كنا قابلنا بعض في الشغل مثلا أو كنا في حفلة أو كنا في مكان عام فأنا قلت الواحدة من البنات اللي موجودين الشنطة بتاعتك شكلها حلوة قوي النهاردة فأنتي بقى بصيتي وإحنا مروحين قلتلي عقلك طبعا ده أنت عمرك في حياتك ما قلتلي شنطتك حلوة مش راجل بيقول كده أساسا يا كريم ماشي أنا معاك هو ما قالش كده لمراته بس سألها للغريب قالها البنت تانية زعلانة طبعا هو بقى الراجل شرح لها قصة أن الست دي جت وشكرت في شكلي مبارح فغصبا عني أنا بيرد المجاملة آه بيرد لها المجاملة معلش سامحيني قالتلي طب ما أنا طول عمري بقولك وانت عمرك ما قلتلي والخناء بقى قالها والله ما كانت قصدي ده هي دي مجاملات في الشغل بس مجاملات للعمل لا أنا أقولك الخناء الصح إيه وهي أصلا تيجي تقولك شكلك حلو ليه أصلا أصلا لو عايز تدير خناءك أنا خلمت بقى ساعتها هنا إيه اللي بيحصل برافو انت كده ساعتيني هنا ده خناءة هي خناءة دي بدل ما احنا هنحوط عليها ونطفيها أوامك أوامك ونقول حسن النية موجود وعدتها هي فإيه اللي حصل أنا اكتشفت اللي انت لسه إيلاد الوقت حالا هي ليه أصلا تقولك كده بصبت وانت عمرك ما قلتلي تعال لي بقى ده انت السنة اللي فاتت لما كنا مش عارفه ما قلتليش ده انت السنة الأبياء وانا لسه إيلك الراجل عنده مشكلة دلوقتي أنا هتخانق معاك عشان الموقف فانت هتتفرعي هتروحي لأكتر من خلافي يبقى أول حاجة ممكن الخناءة تكبر بسببها إن احنا بنسيب الموقف ونتفرع لله لأن الموقف ده ممكن نربطه بمليون حاجة فبدل ما نحله احنا بنربطه بقى أكتر عشان نخلي الصورة أوضح ببدأ أفتح أواضي تانية أو حاجات تانية بقى صورتها 4K بدل ما هي Full HD أو HD حتى تانية حاجة لو أنا بتخانق معاك وقلتلك أبوكي أمك مش شتيمة قلتلك أبوكي أمك ده عمل ده سوى هم بيتعاملوا مع بعض كده فأنا قرنت علاقتي علاقتنا احنا الاتنين بعلاقة ناس تانية المقارنة هنا ما بتحلش المشكلة بتخليها تكبر أكتر وأكتر خدي الحتة التالة دي لو أنا بقى عصبي أنا كستة مثلا ده باتك عصبية وما بقدرش أسيطر على الألسانية وبتضايق مش بغلط فيك الغلط الكبير ولكن أنا الألساني بيلاوش إلا يحصل في اللحظة دي أكيد الزوج هيتضايق جدا وممكن يحصل أنها يتجاوزها كمان الله ينور عليك فأنا في الوقت الخناء لازم أبقى بحكم العقل أبعد درجة ما تفرعش وأروح لاخناءات تانية أشوف أبعد المشكلة بتاعت النهاردة دي وأحاول على قد ما أقدر أن أنا أحلها علشان خاطر الخناءة أنا مشكلتي مش في الخناءة أنا مشكلتي أن الخناءة تفتح لنا مواضيع أرض خزبة لاخناءات أكبر وأكبر فبدل محل المشكلة أكبرها أكتر وأكتر ومحدش استفاد حاجة في نهاية دي اليوم يعني أنت عايز تقول يعني يا كريم سريعا جدا كده أن الست يعني هي اللي بتفتح الخناءة وتبقى أكتر وأكتر لا والله أنا أديت مثال بس لكن الراجل هو كمان أحيانا بيكون السبب أي وعشان عايزين نبقى حقانيين عشان نقفل على حق طبعا طبعا إحنا مش ضد على فكرة إحنا مش ضد ولا مع إحنا بنتكلم على مين الجانب العاطفي أكتر في التعاملات مين الجانب العاطفي أكتر ممكن الراجل يبقى هو والست خمسين خمسين فهما الاتنين بيتسببوا في مشاكل محدش ملاك ولكن مين بيعرف يهندل الخناءات أحسن من التاني جوبي مات معاك الست لو عندها منطق وجدعة هتعرف تدير أحسن وبيبقى موزة من الوقت إلى حد ما يعني شوية الراجل لو هو طيب وقلبه كبير وبيسامح وممكن يعدي المواضيع بركة أنا ما فاكتر تمام شكرا يا كريم شكرا جزيلا على عبودك وعي النهاردة بجد ربنا يخليك شكرا جدا أنا كمان مبسوطة بوجودك معي النهاردة وانبسطت جدا باللقاء ده ونورتنا فأنتي نورت اي تي سي وبكده نكون خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا نتقابل بكرة في حلقة جديدة من أنتي على شاشة اي تي سي ساعة خمسة زي كل يوم استنونا داي تلا